اشتركوا في القناة والمد مع الممدود عشان كده اللام والالف مع بعض والمتحرك ييجي الوحده عشان كده القوافة تبقى ايه الوحدة طيب الكريمة والالف واللام طبعا مع بعض وعرفنا ان المتحرك بيجي الوحده عشان كده الكافة تبقى الوحدة والرأ والياء مع بعض لان ده حرف مد وعرفنا المد مع الممدود والميم لوحدة والتقى المعبودة لوحدة تعالوا نقول كده الكلمة ومعناها سنة تانية الأيتام اللي هم إيه أطفال فقدوا آباهم طيب المسنين قبر السن تمام طيب البيئة يعني إيه البيئة سنة تانية الطبيعة البيئة اللي هي إيه الطبيعة ليه بقى أرض ماء هواء تمام يتعاون يعني سنة تانية يتشارك يتعاون يعني يتشارك يتعاون يعني يتشارك تعالوا نشوف الكلمة ومضادها الحفاظ عقس الحفاظ إيه الإهمال عقس الحفاظ الإهمال طيب التعاون عقس التعاون إيه التخاذل عقص التعاون التخاذل طيب كثيرة عكسها ايه قليلة كثيرة عكسها قليلة طيب تعالوا نشوفوا المفرد والجمع بتاعه الحي جمع الحي الايه الاحياء جمع الحي الاحياء طيب حياء جمعها ايه حيوات طيب الوطن الاوطان الخلق الاخلاق اليتيم الايتام دور جمعها دور طيب يا سنة تانية لو انا قلت استخرجلي من الدرس كلمة بها لم شمسية سهلة جدا كانت اول كلمة عندنا اصلا في الدرس لها ايه التعاون طيب عايزة حرف جر كان في عندنا كزا حرف جر مثلا نكتب فيه تمام طيب عايزة لام كمرية الكريمة ماشي يا سنة تانية طيب ما دي بالالف الحفاظ طيب لما جاول اذكر احد الاخلاق الكريمة في حياتنا اقول ايه التعاون طيب لو جينا نقول اكمل على نفس الوزن كلمة اسعار ممكن نكتب ايه انهار احرار ابرار وطبعا احنا عارفين لما اجي اجيب على نفس الوزن غالبا اجيب كلمات على نفس التشكيل يعني غالبا تمام واخلي برضو المقطع اللي بتنتهي بيه في الاخر ده بيقى غالبا برضو بيبقى واحد يعني بيبقى قريبة من بعضها زي مثلا كلمة انهار احرار ابرار اسعار النهار ده برضو يا سنة تانية ان شاء الله هنتكلم عن اسلوب النداء سهلي جدا مفيش مفيش اسهل منه خالص طب اسلوب النداء ده يا سنة تانية يا طرى بيكون من ايه بيكون من يا زايد اسم زايد التكملة بتاع الجملة عادي وعلى كده في الاخر بحطه ايه بحط نقطة زي مثلا يا محمد يا او كده ابن ايه هو محمد ده اسم ولا فعل طبعا اسم وكتبت بقتي جملة عادي انصت الى معلمك وفي الاخر حطت ايه نقطة طيب تعالوا نشوف جملة تانية لما اجي قولي يا احمد يا اهي طيب جا بعدها ايه اسم ولا فعل ولا حرف لا طبعا اسم احمد ده اسم اسم انسان لا تلعب في الشارع وفي الاخر حطت ايه نقطة طيب كده عرفتنا ان اسلوب النداء بيكون من يا وبعد كده اسم بعد كده ان انا حط اكمل جملة عادي تمام يا علي زاكر دروسك وفي الاخر حطت ايه نقطة ده كان درسنا النهاردة يا سنة تانية درس الاخلاق الكريمة وشرحنا برضو مع بعض جلوب النداء السلام عليكم ورحمة الله